قمت بمعركة قضائية لم تتوقف حتى في نهاية الأمر كتبت رسالة للرئيس وكذا يعني على كل حال المحكمة قاضت ببراءتي وألغت قرار النفي وطلب مني سفير فرنسا في الجزائر يعني بعدما دعاني وذهبت إليه طلب مني السلاح والله العظيم سفير فرنسا بالجزائر سفير فرنسا بالبركناء البركناء قال لي بلغ لك هذه الحكمين ونطلب منك السماح فرنسا تطلب منك سماح المعذرة أو الاعتذار تعتذر منك لأنها ظنت أنك إرهابي ولكن في الواقع اكتشفت أنك لست إرهابي هكذا والله هكذا والورقة هيا عندي وإنما الورقة يعني تختلف بين النص المهم هو ماذوك الآن في فرنسا قتانعوا باللي انت ره ما عندك حتى علاقة بالجماعات المسلحة اعتذروا لك شفاويا والله والله والمهم هو ما رهوا في النهاية الامر تأكدوا باللي ما عندك حتى علاقة بالجماعات الاسلامية مؤخرا استاذ احمد سمعت انا باللي ركو عدت عدت للجزائر وتفاجأت انا شخصيا يعني ما كان ولو يعني لا قال احنا راني شوفنا مثلا انا سمعت مؤخرا واحدة مني شعرك فيش يسميوها هكذا في قيل راعيش في السويد والله مني شعر فلا ما عرفك فيش يسميوها هكذا مهم من هذو اللي راح مدخلو الناس تقبلوهم في المطار دنيا مقلبا الورد الحلا كذا واحد الامور هكذا شفتها ايواني تفكرتها واحد يقولولها كارولين وقيلها ولا مش عارف هكذا ومهم وكينين ناس اخرين فيما استاذ احمد كان راه في جيش التحرير حافظ لكيتاب الله هكذا نعم ايه حافظ لكيتاب الله ايه مؤلف لأكثر من عشرين كتاب مؤلف لأكثر من عشرين كتاب خمسة وعشرين سنة من في انا ما سمعتش بك حتى قلت لي بليراني دخلت للجزائر انت قلتها لي والله ما سمعت كيفش تفسرنا هذ القاضية انت ما حبيتش هو انك انت توثير قاضيتك في الرأي العام ما حبيتش انت هذا الظهور في وسائل الاعلام وإلا واحد ما على باله موسيقى